الكلمة طيبة يأتيكم يومي الاثنين والجمعة عند الساعة الحالية عشرة وخمس دقائق صباحا تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب ورد ونصح الأمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام أيها الأحباب الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ها هو يتجدد بكم اللقاء من جديد في برنامجكم الكلمة الطيبة والذي يأتيكم على الهواء مباشرة يومي الاثنين والجمعة على تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا اليوم هو الجمعة الثاني عشر من شهد الحجة لعام أربعين وأربعين وأربعمائة موالف للهجرة الموافق للثلاثين من شهد يونيو لسنة ثلاثة وعشرين وألفين للميلاد حلقة اليوم هي الحلقة الرابعة والعشرون بعد المائة الثانية وعنوان حلقتنا لهذا اليوم عن التسامح في الإسلام بما أننا في أيام العيد والتسامح مطلوب في هذه الأيام فأحببنا أن نعنونا لهذه الحلقة بعنوان التسامح في الإسلام أجدد لكم التحية أيها الأحباب الكرام فكما نوهنا فإن نعنوان حلقتنا لهذا اليوم عن التسامح في الإسلام بداية أحباب الكرام كل عام وأنتم بخير تقبل الله نسوككم ورضحياتكم وصيامكم وعباداتكم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون في هذه الأيام المباركة من المعتوقين من النار وأن نكون كما وفقنا ربنا لعبادته أن يمن علينا بالقبول بالطاعات والعبادات في هذه الأيام المباركة أحباب الكرام ونحن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها هذه الأيام المباركة وحجاج بيت الله الحرام يقومون بشعائرهم في ركن الإسلام وفي حجة الإسلام نسى الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يرجع بهم إلى أرضهم سالمين غانمين مغفورا لهم بعون الله تعالى أحباب الكرام التسامح طبعا التسامح هي من المسامحة وهي المساهلة والتسامح هو التساهل أما في الإصطلاح الذي نعنيه اليوم في التعريف الإصطلاحي فهو الصفح والعفو والإحسان والذي يقابله التعصب والتطرف والغلو ولا شك أن التسامح أحباب الكرام هو خلق إسلامي أصيل رغب به الشرع وحبب به المكلفين وجعله منهاجا لتعامل المسلم مع إخوانه التسامح خلق التسامح للأسف الشديد اليوم نتحدث لم نكن نتصور نتصور أن نصل بنا الحال إلى هذا الحد من الهجر والقطيعة حتى مع الأرحام والإخوة والأقارب والأصهار ووصل بهم الحال وصل بنا الحال إلى حد كبير حد المقاطعة والهجر وحتى مع الأرحام وصل بنا الحال إلى مقاطعة الآباء والأمهات إلى مقاطعة الوالدين أي عقوق بعد هذا فأحببنا في هذه الأيام وفي هذه الفرصة طبعا أحيانا أحبابي الكرام يكون السبب سبب المقاطعة وسبب الهجر وأسباب تافهة وفي الغالب هي أسباب تافهة لكن ازدياد أو طول المدة أحيانا يندم عليه الإنسان خاطر ويتمنى أنه يرجع لكن طبعا مع الصراع مع النفس ودرجة قبول الحق هي درجة كبيرة جدا وخلق الاعتذار أيضا هو خلق رفيع جدا وقل وندر من يستطيع أن يكبت جماح نفسه وأن يحاول أن يضغط على نفسه ويعتذر ويتأسف ويعترف بخطأ هذه منازل ودرجات يعني لا يدركها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك حتى الإنسان الذي يريد وتحدثه نفسه بالتسامح وبالعفو دائما وأبدا تجد الإنسان يحاول أن يجد الفرصة السانحة يعني ما يقدرش يعدي مثلا الخوه والله البوه والله هكذا لأن نفسه كما قلت لكم نفسه النفس تصارعه ولا يستطيع لكن تجد هذا الإنسان دائما وأبدا يبحث له عن فرصة سانحة مناسبة فرح مناسبة عفان الله وإياكم حزن يقول لي كني في يعني في وسط الناسك ونجيه وهكذا لكن فرصة العيد دي بصراحة بيني بينكم فرصة سانحة لكل من يريد أن يعفو ويصفح لكن أنا دائما وأبدا ومن خلال تجربة ومن خلال تجربة في هذا المجال إذا أردت أن أن تسامح وفعلا أنت لك رغبة جامحة في السماح وفي الصفح وفي التنازل نصيحة لكل المتخاصمين أنصحوا كل المتخاصمين نصيحة إذا أرادوا أن يفتحوا يعني أو أن يتصافحوا عليهم بعدم ذكر الماضي فتح صفحة جديدة يعني شرط للمصافحة أو للتسامح يقول لهم نحن بنفتح صفحة جديدة دون ذكر الماضي الماضي البغيط لأنك أنت تذكر هده يذكر هده يذكر كم من جلسات ونسق بين المتخاصمين بين المتخاصمين الأصدقاء والرفقاء والرفاق أرادوا أن يصالحوا بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين وحددت الجلسة وحدد الموعد فجلس المتخاصمين للأسف الشديد سرعان ما بدأ يذكران أو يذكران الماضي البغيط كل يذكر عيوب صاحبه وتزداد المشكلة والله كم من جلسة حدثت جلسة وتفشل للأسف الشديد بل بالعكس بعد هذه الجلسة يزداد الأمر سوءاً ويزداد الأمر تفاقماً نظراً ليش لأنهم فتحوا صفحة الماضي البغيط فإذا أردت أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة إذا أردت في هذه المناسبة العظيمة أن تخرجي من أعباء الهجر الذي حرمه الدين حرمه الشرع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصبر معي أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر أن الله عز وجل تعرض عليه أعمال المتخاصم أعمال الناس جميعاً يومي الاثنين والخميس إلا أعمال المتخاصمين يقولهم تركوهم حتى يديروا حل للروح يعني تصور حتى الأعمال الذين يهجرون هذا راه هذا اللي يهجر مثلاً بعيد عليه في الرحم فما ذلك باللي يهجربوه بالله يا عليكم يا جماعة والله يقسم لكم بالله هناك من يهجر أباه يقاطع أبوه يا ناس يعني يقاطعه قائقات أبوه أنا قلت لكم في حلقات سابقة بأم عيني أعيت أباً في السبعين من عمر والله دموعه تنهمر من مقلتيه والله على الطاولة اللي قدامه ما يمسح فيها إلا بالمنديل بالمنديل يمسح في دموعه منين الدموع هذي اللي نازل والله إلا من ولده يا جماعة الخير لا إله إلا الله دموعه ولده ما يكلمش فيه هاجر ولده مقاطع ولده فرصة في هذه العيد كيف بالله عليكم أني نبي نوجه رسالة خلينا نبدو من من الأعلى فالأعلى الأعلى فالأعلى بأهي الشخص اللي قاطع في بوه هو ماذا بالله عليكم ما يفكرش بينه وبين نفسه ويشوف وضعه كيف سيكون حاله حاله راه في الدنيا والآخر والله صدقوني ما واحد ماشي أموره ولاه يعني من فتح الدنيا حتى في طريقة أو في وجهها ولن يصل إلى طريق السعادة مدام مقطبوهما ومدام حطبوهما في ظهر هذا بالدرجة الأولى وبعدين يأتي في اللي بعد هجر الإخوة وهجر الأخوات وهجر الأرحام والعمام والأخوال وإلى خيره فرصة في هذه الأيام المباركة فرصة يعني للإنسان مفترق طرق يمكن للإنسان أن يبدأ منه مسيرة جديدة ويفتح صفحة جديدة ويترك الماضي البغيض دون فتح هذا الماضي يذهب بخير وشره خلاص ويفتح صفحة جديدة ويبدأ في معاملة جديدة يبدأها من هذه الأيام المباركة فلا شك أحبابي الكرام أن التسامح له فوائد وآثار عظيمة جدا أهمية أهمية التسامح بالنسبة لله طبعا الفرد والمجتمع لا شك أنه أن التسامح طبعا التسامح هذا عندما يعفو الإنسان العفو عند المقدرة ويعفو وهو في داخله وخاصة عندما يشعر أن بداخله متيقن وعلى يقين أن الحق معه ثم تراه يتنازل عن هذه الخصومة وتراه يعني يصفح ويعفو ويغفر فسبحان الله العظيم يعني هذا الإنسان راه مكانة عند الله سبحانه وتعالى عالية جدا مكانته رفيع عند المولى عز وجل فلا شك أن التسامح يساعد الفرد على التخلص من أخطائه والشعور بالإحراج والذنب حيث يمكنه مسامحة نفسه وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها يعني يدعب تكون له التسامح يكون له دربة هذا سبحان الله عندما ترى بعض الناس يعني يتصفون بهذا الخلق العظيم فتغبطهم على هذا الخلق الرفيع هذا الخلق العظيم الذي لا شك أنها منزلة عند الله سبحانه وتعالى يعطيها المولى عز وجل لمن يشاء أيضا يزيد في التسامح من نلقي الأشخاص الذين يقابلون الإساءة بخلق التسامح سبحان الله وبعدين أحبابي الكرام مدام ذكرنا هذا الموضوع كثير من الناس عندما يأتي إلى المصلحين في شتى الأماكنهم سواء العامة والخاصة يطلقون دائما وأبدا موضوع أن أنا والله صحبي مستحيل أني والله صحبي مستحيل أدماغ مصكر وأن يتدويل مهما تدويل يا أخي عندما تذكره بقول الله عز وجل أنت اللي تحكم على الناس بهذه الأحكام هل أنت أعلم أعلم من رب العالمين بحقيقة هؤلاء الناس فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ما النتيجة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والله يا إخواء هذه والله من واقع تجربة والله العظيم خلق التسامع حدا ها والدفع بالتي هي أحسن واللين عندما يكون مائدة الخصومة بين المتخاصمين هي المائدة بين المتخاصمين والله صدقوني المشاكل تذوب تذوب وتضمحل وتنتهي بأسرع بأسرع مما يتصوره الإنسان لكن إذا كانك جيت غيرك وخلاص وتكذب على نفسك كذب أنت في حقيقة الأمر لا تريد إنهاء هذه الخصومة لعدة أسباب بأه ولا تريد أن تكون متسامحا لكن تتظاهر أنك تنتهي بتنهي ولكن في حقيقة الأمر تترك وتتعمد وضع العراقيل والاستفزاز والغلظة هذا خلاص نتيجة معه أصلا ده كان الله سبحانه وتعالى يقول خاطب في النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك النفس البشرية بطبيعتها صعبة عندما يأتي الإنسان بهذه الغلظة وبهذه العاقد حواجبة ومطرر مشوربة وحامق تقول بيرفعوه للحرب ما هي طبيعي هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعني مستحيل كيف يخبلك كنت هكي لا يمكن بأي حال من الأحوال فأيضا التسامح أحبابي الكرام يساعد على الحد من المشاكل بين المحبين والأصدقاء بين المحبين والأصدقاء يعني مثلا على سبيل المثال كنا في الأيام الماضية في مناسبة فرح تعلمون مناسبة الفرح وما يعتريها من نسيان لبعض الدعاوة دعاوة الأصدقاء وأحيانا يكون يكون النسيان لشخص يعني ربما من ألم نسيانه لدرجة أنه لا يتوقع هذا الأمر ويكون هو الضحية الله غالب بأهين لكن سبحان الله عندما يعتذر الإنسان ويعتذر بخطأه ويتصل ويقدم العذر والاعتذار تجد أن الإنسان حتى اللي واجع خاطرة واللي واخد على خاطرة يعني سبحان الله العظيم يعني من كثرة تسامح هذا الإنسان باعتذاره لدرجة أن الإنسان يخجل ويقول يعني ما عبرت عن سخطي وعن زعلي وعن استغرابي وعن استنكاري لمثل هذا التصرف فالحقيقة الحل للمشاكل كلها الحل للمشاكل كلها هو التواضع ما هي والدربة على الاعتذار والإنسان لابد أن يكون من شأنه من شأنه أنه إذا أخطأ وتيقن من خطأه أنه يعتذر يعتذر لأي إنسان لا بأس ما الغضاضة في ذلك يدرب الإنسان نفسه على الاعتذار هذا شيء جميل جدا هذا خلق عظيم جدا فأيضا يحصل يعني من أهمية أو من أهمية هذا هذا الخلق العظيم أن المتسامح المتسامح مش غيرهك خلاص أراه المتسامح والذي يعفو عمن ظلمه والذي يعني يقابل الشخص المعتدي وبالابتسامة وبطلاقة الوجه هذا هو أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إذن من أهمية التسامح أن المتسامح يجني ثواب من الله سبحانه وتعالى عظيم جدا أيضا التسامح هذا الخلق التسامح يعمل على تحقيق القدرة على التعايش بين الناس الإنسان المتسامح أو خلق التسامح عندما ينتشر بين الناس ويكون هذا الخلق سمة للناس ويكون الدعوة إلى هذا الخلق يعني سبحان الله يعني تول تجد حتى إنسان لما بيشكوه الناس تجد يقول لك سبحان الله والله فلان هذا هي لين سان والله دائما وأبدا سهل سهل المراس سهل الطباع يعني هذه كلها دليل على أن هذا الخلق وأمر ممدوح وأمر ينبغي للإنسان المسلم أن يحاول قدر المستطاع أن يكون من المتسامحين وأن يدعو الله سبحانه لأنه خلق خلقه ليس فطري وهو خلق يكتسبه الإنسان اكتساباً يعني لابد أن يدرب نفسه ولابد أن يعمل على أن يكون من المتسامحين ومش خلق فطري مثلاً حاجة فطرية بطبيعة الإنسان يكون متسامح لا فهو الإنسان الذي يستطيع أن يكون متسامحاً أو لا يكون متسامحاً أيضاً الشعوب المتسامحة والناس المتسامحة في الغالب تكون ناس مثقفة ناس على علم ناس يعني الحوارات بينهم موجودة فالعلم والثقافة والشعوب المتعلمة دائماً وأبداً في الغالب ما تكون شعوب متسامحة أيضاً أحبابي الكرام الأثار التي يتركها تركها التسامح طبعاً لا شك أن هناك آثار دنيوية يتحصل عليها المتسامح على رأسها السعادة وهذا طبعاً نحن يخلق السعادة أو طعم السعادة هذه السعادة هذه هذا المصطلح هذا المصطلح الذي يلهث خلفه كل الناس كل الناس كل البشر وكل حتى المخلوقات كل المخلوقات تلهث يعني حتى الحيوانات تلهث خلف السعادة تريد أن تمح وتريد أن تفرح وتريد أن تأكل وتريد أن تستمتع وتتمتع الإنسان بصفة خاصة يلهث دائماً خلف السعادة لأن عنصر السعادة عند الإنسان مهم جداً لأن بلا سعادة أو بلا الوصول إلى هذه المنزلة وهذه المرتبة العظيمة جداً وهي السعادة لا شك أن الإنسان يتعب في حياته مقابل السعادة إذا كان ما فيش سعادة إيش معنا ذلك إيش فيه فيه همه فيه غمه فيه ضيقه فيه خنقه وتعاسى وملل وشمئزاز وانتحار هذه كلها إذا كان السعادة مش موجودة فإذا اختفت السعادة فإن بدلها سيكون الهم والغم والضيق وكما تعلمون وكما تسمعون بين الفينة والأخرى بين الفينة والأخرى نسمع في حالة الانتشار والانتحار وللأسف الشديد انتشرت هذه الظاهرة بين جميع الأطياف بين جميع المستويات العمرية أرى تسمع واحد عمر ستين سنة شنقرح ومرة تسمع واحد أطفل عمر تلتطاشن سنة ومرة تسمع مراء ومرة تسمع راجل ومرة تسمع نهيك عن محاولات الانتحار طبعا كل ذلك بسبب وللأسف الشديد أيضا مدام ذكرت هذا الموضوع كثير من الناس يعيز ذلك إلى مسألة المس ويعني في الغالب جل الناس جل الناس عندما يتحدثون عن الأسباب تجد أن كلهم يعيزون أسباب الانتحار إلى مسألة المس الجن والسحة وما إلى ذلك وقد يكون هذا سبب من الأسباب الله أعلم لا كما هو حتى أسباب التعاسى والضيق والهم والتفكير في بعض الوساوس التي تراود الإنسان وخاصة عندما لا يكون عنده حصيلة إيمانية وعقيدة إيمانية بالله سبحانه وتعالى تشككه في الله عز وجل وتشككه في وجود الله عز وجل فتجد كثير من الناس قد يقول هذا إلى تسمعون حالة ترك الإسلام والإسلام واعتناق بعض الديانات الأخرى أو للإلحاد هذه كلها نتيجة شنو؟ نتيجة للضيق والهم والكآبة ويلهث الإنسان خلف السعادة لكنه لم يدركها فمدام ما وصلش إلى السعادة فالسعادة بديلها هو الهم والغم والتعاسى والكآبة والكآبة هذه والحياة التعيسة هذه قد تصل بالإنسان إلى أن يفكر فيه أن ينهيها بالانتحار وبالنهاية البائسة صلى الله تعالى أن يجيرنا وأن يعيدنا من هذه النهاية أستميحكم في خروج في فاصل قصير ثم أعود إليكم لا تذهبوا بعيدا أيها الأحباب الكرام مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا توجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعانو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا توجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعانو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح واصفح سامح وبركاته وعدنا إليكم والعود وأحمد لمن انتحق بنا الآن أنتم تستمعون إلى برنامج الكلمة الطيبة عبر أثير قناة التناصح المرئية والمسموعة وأنوان حلقتنا لهذا اليوم عن التسامح في الإسلام أحبابي الكرام أيضا من الأثار التي يجنيها المتسامح أن هذا الخلق أو أهمية هذا الخلق وأثاره الجميلة وأثاره الحميدة أن هذا الخلق هو خلق يحبه الله ورسوله والملائكة المقربون فلا شك أن حصل فوائد التسامح فالمجتمع المتسامح أحبابي الكرام هو مجتمع راقي جدا المجتمع لابد أن نعود أبناءنا على هذا الخلق العظيم وأن نربيهم على هذا الخلق وأن نزرع فيهم هذا الخلق منذ نعومة أطفالهم ضروري حتى ينشأ مجتمع متسامح مجتمع راقي مجتمع يساهم في بناء هذه الأمة على الوجه الصحيح نأتي أحبابي الكرام إلى أثار التسامح على المجتمع فإذا كنا تحدثنا عن أثار التسامح على الفرد فإن أثاره على المجتمع لا شك أن التسامح يؤدي إلى إزالة الأضغان والأحقاد وينقذ حياة الناس ولهذا حبب الإسلام الناس إلى التسامح والصفح حتى في القصاص سبحان الله شوف القصاص لما بيطبق حد القصاص يعني حكمة المحكمة أو حكمة القاضي على القاتل بالقصاص لازالت الفرصة سانحة لأهل المقتول أن يعرفهم أهل العلم وأهل الفضل ويقدم لهم النصح بأنهم يعني أولياء الدم إذا عفوا فمن عفى وأصلح فأجبوا على الله فإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإن العفو هذا يعفيه من تطبيق الحد والعفو أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولا يدري الإنسان بهذا العمل قد يكون سببا في أن يدخله الله عز وجل به الجنة ففي التسامح أحبابي الكرام توثيق للروابط الاجتماعية التي تتعرض إلى الوهن والانفصام بسبب إساءة بعض الناس إلى بعضهم الآخر وجناية بعضهم على بعض وهو سبب لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى وهو سبب للتقوى قال الله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم فالحقيقة أثاره على المجتمع وعلى الفرد أثار كبيرة جدا ولا يمكن حصرها في هذه الحلقة أو في هذه الدقائق نأتي إلى الموضوع الخاص وهو موضوع عيد الأضحى الذي نعيش يومه الثالث هذا اليوم العيد أحبابي الكرام مناسبة عظيمة لإذابة جليد الخصومة مناسبة عظيمة جدا والله فرصة لا تعوض خلوا جليد الخصومة السميك هذا الجليد لما يكثر ما الذي يذوبه حرارة الشمس حتى أنتم جليد الخصومة هذا الذي كبر واستفحل واستشرع وأصبح إلى درجة من طول فترة الخصومة كثير من المتخاصمين للأسف الشديد كان جيه في خوت بعض الخوت اللي متنازعين على شيء تافه طبعا عما عليه صبايا والله عراك عيال والله شيء تافه للأسف الشديد والله شيء مخزي لكن اطوال المشوار وازدادت الهوة والفجوة وتراكمت الأصداء وغلضت القلوب وصدأت حتى نسي المتخاصمين أو نسي المتخاصمون بقى هي عليش متعاكين سبب الخصومة والله ينسوا فيها كانت تقول لي عليش متعاكين يقول لك والله معاش نتذكر طول المدة لكن لو أن الإنسان أراد أن ينهي هذه الخصومة وأراد أن ينهي هذا الإشكال وهذا الاستشكال فإن فرصة العيد هذه فرصة سانحة فرصة سانحة يعني الإنسان يعمز عليك كراسي عقلة ويقول لي بالله عليكم كيف لو ألقى الله عز وجل وأنا مقاطع لبويا أمي ولا مقاطع ل أخويا ولا مقاطع ل أختي والله كيف ماذا سيصنع الله عز وجل بي وأسأل نفسك هذا السؤال أنت يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام لما الإنسان يهجر إذا كان الإسلام لم يرخص لك في هجر أخيك في الإسلام فما بالك بهجر لأن يهجر الإنسان أخاه من أبيه وأمه وأن يقاطعه وأن يعاديه وأن للأسف الشديد والله نسمع في أخبار عجيبة غريبة عجيبة غريبة لدرجة أن الإنسان لا يصدق مثل هذه الأخبار أحيانا لو لا أنها من مصادر موثوقة وأحيانا تكون بحضور الطرفين والله ما تصدق يعني حاجة غريبة جدا أذكر مرة زوز أخوت جاء واحد منهم يشكي من أخوه تصوروا أخوه الثاني واحد منهم يبدو أنه يعني حالة المادية ميسورة فهم باني شقق للأجار باني شقق للأجار فأخوه على حسب يشكي من أخوه قال يعني يريد أن يبعد الزبائن عني فيحدث في بعض المنقصات ويتعمد في المنقصات والمشوشات ويجيب قال في حاجات يعني مثلا يربي في الحيوانات ويحدث الأوساق بجوار البيت وكذا حتى ينفر الناس من من تأجير هذه هذه البيوت ويهجرها شوفوا شوفوا إلى الدرجة هذه راهوا شيء غريب جدا شيء راهوا والله خصومة يعني أنت لو ما تسمع لو ما تسمعاش بنفسك ومن الأطراف نفسهم والله تستغرب والله ممكن ما تصدقها لو يقول لك واحد تاني شيء أتفه من التافه نفسه شيء لا يستاهل أنك أنت تتحدث أو تهجر إنسان في سباة حتى خمس دقائق حتى إنسان بعيد عليك أو تدير معاه عركة أو إن شاء الله في شارع والله حاجة لا ما تستهلش مش تهجر بسببها خوك لعشرات السنين مقاطعة في الأفراح والأتراح والمناسبات وما فيش قطيعة لا مثيل لها خوه من بوهما النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا عن أن الرحم يوم القيامة يعني أعطاها الله عز وجل خاصية الدعاء و يعني أن يصل الله من وصلها وأن يقطع من قطعها هذه خاصية أعطاها الله عز وجل لمرحم فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمن على هذا الدعاء رحامنا اليوم نحن نعيش فترة يعني مقاطعة للرحم غريبة ثم ننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ثم ننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى ننتظر أن يصلح الله حالنا قبل أيام سألني أحد الأصدقاء عن الوضع في بلادنا قال لي شرائك في الوضع في البلاد بصفة عامة أقصد هو الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والوضع العسكري والوضع الاجتماعي كله فأنا تفاجأه بجوابي قلت للوضع مية في المية قلت لأننا نقارن فيها في عملية التوازن وضعنا نحنية مع الله سبحانه وتعالى ومقابلة تكون النتيجة هذه هي المحصلة أصلا هكذا هو المقياس والمعيار الله سبحانه وتعالى أعطانا المقياس والمعيار أيها الأحباب الكرام إذا أردنا أن نعيش في أمن وأمان وسلم وسلام ما هي واستقرار وراحة للبال عليك باتباع نهج الله سبحانه وتعالى اختلف وضيعنا هذا المنهج وتركنا هذا المنهج وابتعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى معناها معاش اللوم واللي جينا اللي جينا انتقبلوه ونحن يعني بالعكس يخي لما تقارن الوضع السيء اليوم والهجر والقطيع لما بين الناس والظلم والاعتداء والقتل وترك الصلاة والتبرج والسفور ومبارزة الله عز وجل بالمعاصي في كل المحرمات ويجي تشوف وضعنا اليوم تقول الحمد لله رب العالمين نضع نصب عيوننا قول الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب فقلت لحني الأخ اللي سألني قلت لحني تركنا الشروط التي أعطاها الله عز وجل لنا وأمرنا بها معروفة في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي اعتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا هادينا الوعود هادينا وعود الله سبحانه وتعالى وعدنا بيش أن نعود الآية من جديد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم الله عز وجل في الأرض كما استخلف الذين من قبلنا ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعني يمكن لنا هذا الدين وتسود هذه الأمة وتصبح هذه الأمة كما كانت وكما سادت في عهد من وفى بهذه الشروط وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن توا مش الناس يقولوا والله زمان كانت الدنيا أمن وأمان وكما مش عارف طبعا يصف فيه يم عمر أين الأمن والأمان ما نعرفش طبعا كيف يجيس فيه الأمن والأمان والله الأمن والأمان اللي توا خير من الأمن والأمان يم عمر هذه الحقيقة يعني فحاجة الناس ورغبة الناس في الأمن والأمان والاستقرار إذن وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنها إذن هذه المحصلة هذه النتيجة التي سيصل إليها المسلمون وسيلهثون خلفها وهم طبعا في أمس الحاجة إليها التمكين والاستقرار والأمن والأمان والراحة والسعادة ورغد العيش والطمأنينة هذه كلها بشرط جنو مش غيركو خلاص يعبدونني لا يشركون بي شيئا بس يعني أن نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرث به شيئا إذا وفينا بهذين الشرطين فإن النتيجة متحققة لا محالة بغض النظر عن المنغصات ستذوب تلك المنغصات وسيسهل الله عز وجل لها سبل الذوبان وتذوب وتمشي في مهب الريح وتصبح أسرا بعد عين مدام لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى والتجأنا إليه وكنا قريبين منه فإن الله ووفينا بهذا الشرط وعبدناه حق العبادة ولا نشرك به شيئا طبعا الشرك هذا أبوابه كثير جدا الشرك أبوابه كثير جدا شرك العمل وشرك العبادة وشرك كله كله هذه لا يمكن أن تختزل فيما يعتقده كثير من الناس وهو شرك القبور والأضرحة فقط فإن الشرك كثير والشرك يعني أبوابه كثيرة جدا أحبابي الكرام نأتي إلى الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج ونصيحتي إلى كل من يسمعني الآن العيد فرصة عظيمة جدا لصيلة الرحم صيلة إلى كل العاقين إلى كل العاقين الذين يعني إلى كل العاقين الذين ابتلوا بهذه الآفة صلى الله عليه السلام والعافية راجعوا أنفسكم في هذه العيد وحسنوا علاقتكم بوالديكم وبأرحامكم ثقوا وتأكدوا من أن هذه المناسبة العظيمة هي فرصة لفتح صفحة جديدة فرصة لأن يبدأ الإنسان حياة جديدة تكون نتيجتها السعادة أن يصل الإنسان بسببها إلى السعادة لأن اللاهث لأن العاق الذي يلهث خلف السعادة هذا والله كمن يلهث خلف السعادة العاق الهاجر لوالديه الهاجر لأرحامه المتعد على حقوق الناس وعلى حقوق الأرحام الآكل لمال اليتيم الآكل لحق النساء في المراث هؤلاء لن يصلوا إلى السعادة والله لو لهثوا من كل طرقها لن يصلوا إلى السعادة والله لو إنهالت عليهم الدنيا بكل متاعها لا يمكن للإنسان أن يدرك السعادة بالمال أو بأي أو بالصحة أو بالأولاد أو بمتاع الدنيا لا يمكن استحالة ثق وتأكد أن هذه كلها لا توصل إلى السعادة لا يمكن العاق لا يمكن أن يكون سعيداً مهما ظهر لك ومهما بدى لك ومهما رأيته وهو وهو يدعي ويتظاهر بالسعادة وبالابتسامة فاعلم أنه في تعاسة لا يمكن لا يستطيع وصفها فهو حائر ومهموم ومغموم ويعني لو جاءه إنسان وخيره بأن يتنازل عن كل متاعه الذي تحصل عليه في الدنيا مقابل أن ينتهي الصراع الذي في نفسه والله لقبل لو تيقن من أن هذا الصراع وهذه المعيشة الضنكة الذي يعيشها هذا الإنسان لو خير ولو يعني أعطي مقابل مقابلة أن يتحصل على السعادة أو أن ينتهي على الأقل حتى مش يكون سعيد حتى يكون لها سعيد ولا مهموم مهم أن ينتهي هذا الصراع الذي يعيشه وهذا التخبط وهذا الضيق ها والله لا وافق قلت لكم من قبل مرة استمعت إلى أحد الدعاء وهو يحكي قصة واقعية حدثت معه ويحكي ملخص هذه القصة أن أحد الأثرياء في بلاده اتصل به أو في منطقته وهو يعرفه شخصيا اتصل به على رقمه الجوال واستجداه وطلب منه أن يأتي إليه ليقدم له خدمة يعني الغني هذا الثري طلب من ذلك الداعية الفقير أن يأتي إليه بأقصى سرعة فالداعية قال استغربت الشيخ هذا قال استغربتني من هذا الشخص الذي يطلب مني فحيرني ماذا يريد قال فأعطاني عنوانه أو بيته وأعرف بيته وجئت فجئت إلى هذه الحصون المشيدة وهذه القصور التي قال ما رأيت مثلها في حياتي وضربت يعني ضغطت على زر الجرس فاتصلت بنفس الرقم أو ماهم قال كلمني وقال لي اضغط على الزر الفلاني اضغط على الزر الفلاني ففتح الباب الباب يعني كهربائي ودخلت فإذا بي في مكان أو في قصر المهم قال رابع باب بشو وصلت في هذا الرجل وجدته بعد أربعة أبواب تفتح لي أبواب سكة يعني فلما وصلت إلى هذا الداعية إلى هذا الغني فإذا به يطلب من هذا الداعية أن يدله على طريق السعادة قال لي بالنسبة لي المال الحرام المال الحرام أوصلني إلى درجة التعاسى التي لا يمكن أن أحتملها أنا أعيش قال في نكد وفي هم وفي غم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لم يستطع لم يتمتع بهذه الأموال ولم يستمتع بهذه الأموال وهذه العمارات والعقارات والقصور المشيدة وعلى آخر طراز لم توصله إلى إلى السعادة فهو يبحث عن السعادة يبحث عن وصول إلى السعادة فهو يعني كيف بك أن تصل إلى السعادة وأنت منهمك في المال الحرام وأنت تزيد والمشكلة المال الحرام هذا مشكلة مشكلة أصعب شي يختلط الحلال بالحرام معاش تعرف كيف تطلع الحكاية من بعضها وتخش البيع يخش ويزداد ويكبر فما حاش يقدر إنسان وبعدين حاجة تانية يعني يطعم يطعمه لأبنائه وأزواجه وأحفاده ويأكلوه الناس في بطونهم فمشكلة هي التخلص مننا يصبح من الأمو الصعبة جدا فشوفوا هذا الشخص مع كل هذه الأموال الطائلة إلا أنه لم يستطع أن يصل إلى السعادة فأحباب الكرام الله سبحانه وتعالى يشرح لنا بصورة مبسطة جدا يعرفها الجميع العالم والجاهل وطالب العلم كل الناس يعرفها ومن أعرض عن ذكري في نهاية سورة طه الله سبحانه وتعالى يصف لنا هذه الصورة في أرواع وصف وفي أرواع صورة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى نسأل الله السلام والعافية ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى هذه المعيشة الضنكة في الدنيا التي وصفها الله سبحانه وتعالى هذه المعيشة وهذه الحياة التي لا يطيقها الإنسان ولا يستطيع أن يحتمي لها الله عز وجل في نهاية هذه الآيات يقول ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى فكيف بعذاب الآخرة فكيف بعذاب جهنم نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب جهنم إنه سميع مجيب فهذه الفرصة أحبابي الكرام أن أوجهها لكل المتخاصمين عامة وإلى كل من تخاصم مع مع والديه خاصة فرصة جدد علاقتك بوالديك واعلم أن الله سبحانه وتعالى لم لم يقرن طاعته بطاعة الوالدين إلا لعظم هذه الطاعة وأن هذا الأمر عظيم جدا وأن الإنسان إذا فرط في هذا في هذه الطاعة وكان في قائمة العاقين فليعلم أن حياته نكدة في الدنيا والآخر وأنه سيعيش تعيسا طريدا شريدا منبوذا كئيبا مهموما مغموما لا أمل له في السعادة البتة فنصيحتي لكل عاق ولكل قاطع رحم أن يتحين فرصة العيد ويبدأ حياته بالتسامح ويحاول أن يذل نفسه وأن يتواضع وأن يعتذر لأن هذه الأخلاق هي من الأخلاق الحميدة التي أمرنا بها نسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذه العيد بالخير واليمن والبركة والتمكين وأن يبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع مجيب اللهم اكتب السلامة والعافية على سائر الحجاج والمسافرين اللهم أمكنهم وأعنهم على قضاء مناسك الحج على الوجه الذي يرضيك عنهم اللهم أرجحهم إلى أوطانهم سالمين غانمين كيوم ولدتهم أمهاتهم يا سميع يا سميع الدعاء اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اكتملت حلقتنا أيها الأحباب الكرام في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر جزيل إلى كل المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات عبر أثير قناة التناصح المرئية والمسموعة أشكرهم جزيل الشكر على متابعتهم أصالة عن نفسي ونيابة عن هؤلاء جميعا أيضا أشكر جميع العاملين في قناة التناصح المرئية والمسموعة في استوديو طرابلس والمسرات أشكرهم جزيل الشكر على هذه الجهود التي تذكر فتشكر فجزاهم الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم حتى ألتقيكم في مساحة أخرى ها هو علي عبد الحميد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة طيبة هي كلمة تخرج من القلب وتذهب إلى القلب وهي زاد يدخره الله للإنسان في يوم يندم فيه عن كل لحظة ضيعها وكان باستطاعته الاستفادة من ثمرات الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ علي عبد الحميد يأتيكم يومي الاثنين والجمعة عند الساعة الحالية عشرة وخمس دقائق صباحا